إذا عندنا ثري ديميشنال سبيس راح نقفل عندي Z Y X وهذا السيستم نسميه right hand system right hand system لأنه إذا أخدت الright hand يد اليمين وقاملت cross product من X و Y الpositive تبع X مع الوز تبع Y الpositive تبع Z لكن لو كان عندي system وبس بدي أعمل صوبين بلا اتنين ما بعمل صوبين بلا اكتر بين اتنين بنعكس السيستم هاي X وهاي Z وهاي Y هذا السيستم left hand system لأنه إذا عملت مبين X و Y بعطيني الpositive وما فيش أي system ثالث في ثري ديميشنال سبيس هدول هم الدو سيستم إيه إلا هدول زي ما بدك رح يطلع هذا يا إما right hand system يا إما left hand system يعني لو يجيت مثلا بدلت Y محل Z برجع عند السيستم هذلك لو يجيت هون بدلت Y مع X برجع عند السيستم ما في system ثالث ها هلأ الاصطلاع عادة هو وظلنا الكتب تستخدم right hand coordinate system وهذا بهمنا عشان ما بنيجي نحكي عن انو وصف تقول اه ازا عندي انا بدي اجي احكي احنا قبلي شوي احكينا مثلا انو ازا عندي فولس بهذا الاتجاه ودي مثلا بهذا الاتجاه وين بكون اتجاه التورك بس عشان الاصطلاح هو بس عشان الاصطلاح ها؟ مش احنا التورك منقول بيكون عمودي على البلين اللي بيحتوي التنين مش احنا هون حطينا force وحطينا في distance ها؟ ضربنا طلع معي هلا رح اطلع معي ازا كانوا F cross D رح يكون عندي بهذا الاتجاه فالتورك اين اتجاهه؟ هو موجود في الخط العمودي على بمثل اتجاه هذا الفكتر اوكي ماشي واضح في الحالة هاي؟ لان هو موجود في هذا البلين يعني التورك موجود هيك في هذا البلين فهو عمودي على البلين اللي بيحتوي two vectors هدون اللي موجودين ها هذا بس كاصطلاح كاصطلاح عشان كون احنا نشطل على اشتركوا في القناة